يعقد مجلس نواب الشعب التونسي الجديد اليوم أولى جلساته في العاصمة التونسية بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد تأتي هذه الجلسة لمجلس نواب الشعب بعد حل البرلمان السابق في يوليو من العام الماضي وإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشهر الماضي عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي ذكرت أن البرلمان الجديد سيبشر عمله ب154 نائبا من أصل 161 في انتظار سد الشواغر في سبعة دوائر انتخابية بالخارج وفي رد لها قالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس إنها لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق عما وصفته بدستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية الصاحقة وأعلنت جبهة الخلاص في بيان تمسكها بدستور عام 2014 المصادق عليه وفق قولها من قبل ملايين التونسيين عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي كما أدنت الجبهة بشدة حملات المداهمات المتواصلة وما وصفته بتلفيق التهم والتنكيل بالمساجين السياسيين محملة الرئيس قيس سعيد ووزراء العدل والداخلية المسؤولية عن سلامة المعتقلين خاصة المضربين عن الطعام وأضفت الجبهة أن الاستحواذ على المجالس البلدية هو حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات على حد تعبيرها ومن تونس تنضم إلينا مرسلتنا أميرة مهذب صباح الخير أميرة صباح الخير دينا كما نعلم كثير من المواطنين التونسيين يترقبون انعقاد أولى جلسات البرلمان التونسي كيف ترى رد الفعل في الشارع التونسي وما هو الرد المتوقع من المعارضة التونسية نعم ديما ربما الأزمة الاقتصادية هي التي تطغى على الشارع التونسي لكن الأنظار أيضا تتجه نحو البرلمان ونحو جلسته الأولى التي يعقدها بعد الإعلان النهائي لهاية الانتخابات عن النتائج النهائية في 25 فبراير الماضي اليوم بالمجلس النيابي والبرلمان التونسي في باردو تنعقد أولى جلسته الافتتاحية ربما على لجندة الأعمال لهذا البرلمان يعني يفترض أن تكون الجلسة الافتتاحية مسيرة من العضو أو النائب الأكبر سنا بمساعديه الأصغر سنا وسيتم خلال الجلسة الافتتاحية أداء القسم للنواب الحاضرين يفترض الكل هناك المنتخبين في الانتخابات التشريعية الأخيرة وأيضا سيتم إجراء لجنة أو تكوين لجنة ستفرز الأصوات التي سيقوم بها النواب للتصويت واختيار الرئيس البرلمان الجديد وأيضا خلال هذه الجلسة ربما ستكون هناك جدل واسع خاصة أن هذا البرلمان يقول التونسيون هنا أن يتيغيب في تقريبا التجربة السياسية للأغلبية الساحقة للنواب الجدد إضافة إلى ذلك أن الطبقة السياسية المعارضة دينا كما تعلمين تعتبر أن هذا البرلمان منبثق عن انقلاب وأنه لا شرعية له وأن هذا البرلمان لا تعترف به وحتى الانتخابات التي جاءت بهذا البرلمان هي تقريبا قطعها نحو 90% من الناخبين التونسيون بالتالي الجدل المتوقع إضافة إلى أن البرلمان سيبدأ أعماله بنصاب منقوص تقريبا شغور في سبعة دوائر انتخابية وهو ما سيدعو رئيس البرلمان في الأيام القادمة إلى الدعوة إلى انتخابات جزئية بالتوازي إلى ذلك ربما هناك هيئة إدارية للاتحاد العام التونسي للشغل وهي أعلى سلطة داخل المنظمة في محافظة قرقنة بمدينة سفاقس جنوبية تونس من المتوقع الاتحاد سيكون لديه بيان ختامي خلال هذه الأيئة وسيتطرق أيضا إلى منع نقبيين أجانب من دول عالمية من حضور اجتماعاته وأيضا سيتطرق أيضا إلى المبادرة التي دعا إله الاتحاد العام التونسي للشغل ما تعرفوا بمبادرة الإنقاذ في تونس نعم شكرا لمرسلتنا أميرة مهدب مرسلتنا من تونس